كما التقى وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري صباح الثلاثة بمكتب الوزارة بمدينة سيئون بمدير عام ومديري إدارات مكتب الوزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء واستمع وكيل المحافظة من مدير مكتب التربية محمد فلهوم عن جهود إدارات ومنتسبي قطاع التربية والتعليم بكافة مديريات الوادي والصحراء والصعوبات التي تعترض سير العمل والحلول والتدخلات المقترحة لتجاوزها وأشاد الوكيل العامر بما تقدمه الكوادر التربوية في سبيل استمرار العملية التعليمية مؤكدا على متابعة السلطات للجهات المعنية على المستوى المركزي للدولة لإيجاد حلول جذرية لمشكلات واستحقاقات المعلمين المثبتين والمتعاقدين في إطار الخطة العامة للدولة في هذا المجال